اليوم مريض السرطان المسيرة اللي عاشها يسوع من وقت ملاقته لوقت ما قام من الموت هي كتير تشبه مسيرة مريض السرطان اليوم مسيرة الألام اللي عاشها يسوع ناس توقف حده بده تساعده ناس وقت الحكم تسلبه اتلوه كذا ونحن كمان فيه ناس بتجارب تساعدنا وفيه ناس قاطع عنا الدواء في كتير أشخاص توفوا اليوم بسبب قاطعة الأدوية اللي صارنا فترة من المرقفية هول أشخاص صوتهم بداينتي دايما بيبعتولي واتساب دايما بيبعتولي فويسات هاني إجا الدواء صار عندك دواء أنا شو بعمل أنا شو بعمل وهلا الله يرحمون أنا ما بقدر استوعب حرمين الناس من أدويتها وتركها تموت وهي كانت قادرة أن تعيش بس لأنه سياسيين هني عم بيعملوا صفقات على جنب ساعة هون وساعة هونيك اليوم أنت ما فيك تجمعي تبرعات على اسم مرضى السرطان باللبنان كل مرضى السرطان باللبنان وتساعدة فيقى وحدة عم نموت ليتريلي عم نموت يعني شو بديك مرضى الماضي عديتلي كم اسم وبالمظاهرة اللي عملناها قدم السرايا عدينا 28 اسم هو أشخاص عيشين وفقدناهم هلأ صار في قدهم من بعدة لهلأ يا عمي في عالم عم بتموت بسبب إهمالكم بسبب ذلكم بسبب جشعكم أكيد بدي يقول وقفوا السرقة وقفوا النهب وبتتأمل لعلاجاتنا يعني اللي بيقهرك أنه أنت بتشوف أنه أنا طلع دوا هيدا بيشفيني هيدا بيعطيني حياة أقل لهو على بارح مبارح بعدها عم تحكيني صبية قالتلي أنا توفى بيه أمنتله أمنتله من تركيا بعد عندي علبتين بعرف أنه هذه المرحلة متقدمة بس أنا ربحت بيه حد ستة شهر تعرفتش يعني كل يوم أنا حت بيه زيادة هلأ هاي تفكيرها بتفكير الدولة طب هيدا بدو يعشل سنتين بلا دوا بجيب دوا بيفيد أكتر علاجنا باللبنان صار تجربة صار تجربة يعني اليوم وضع مرضى السرطان أي متى رح يخلص ألمهم هني ماشيين بطريق جل جلي متى نهاية الألم مع قيمة لبنان